في أول يوم عودة للعمل بعد إجازة البرلمان الصيفية تفاجأت الحكومة البريطانية بفقدانها لأغلبيتها البرلمانية وذلك بعد انشقاق وزير العدل السابق فيليب بلي من حزب المحافظين وانضمامه لحزب الديمقراطيين الأحرار خلال جلسة نقاش حادة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الوزير السابق برر انسحابه بأنه رافض لطريقة الحكومة غير المبدئية في الخروج من الاتحاد الأوروبي ويحاول النواب البريطانيون وقف خطة رئيس الحكومة بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق نهاية الشهر المقبل حيث سارع نواب معارضون لخطة جونسون من مختلف الأحزاب لطرح مشروع قانون لتمديد المادة 50 التي بموجبها يتم تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واعتبر جيرمي كوربين زعيم حزب العمال أن تمديد بريكزيت يعد أولوية قبل إجراء أي انتخابات قد تستغرق وقتا وتضيع فرصة النواب في منع الخروج بدون اتفاق الأولوية تفادي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق وسنرى ما سياتي بعد ذلك لدينا أليات بالتعاون مع الأحزاب الأخرى من أجل تحقيق ذلك من جانبه صراح جونسون في وقت سابق بأنه لا يريد الانتخابات ودع النواب إلى عدم التصويت لصالح تأجيل لا معنى له للخروج من الاتحاد الأوروبي هناك خطوة واحدة ستكلفنا كل ما حققناه من تقدم في اجتماعات السبع الكبار ومع الدول الأوروبية وذلك إذا قرر هذا البرمان جعل خروجنا من الاتحاد الأوروبي مستحيلا هذا ما يريدونه أن يجبرون على التوسل من أجل تمديد غير منطقي آخر وفي حال انضم نواب من حزب المحافظين للمعارضة كما هو متوقع لمنع خطة جونسون من المرجح أن تلجأ الحكومة على الفور إلى طرح تصويت لإجراء انتخابات عامة مبكرة عروب تاجدين العربية